جدل آخر مازال مستمر الجدل الدائر ما بين نادي القضاء وعضاء الرقابة الإدارية النهاردة بيعقد نادي قضاء مجلس الدولة مؤتمر صحفي تحت عنوان مجلس الدولة في عيون فقهاء مصر بحضور عدد كبير من أسدبت ورجال القانون في مصر ويتم منقشة اختصاصات مجلس الدولة عبر العصور المختلفة وما إذا كان سيتم الانتقاص من هذه الاختصاصات في الدستور الجديد وطبعا المقصود هنا بالتحديد نقطة القضاء التأديبي اللي مجلس الدولة شايف أنه انتقالها إلى النيابة الإدارية سيؤدي إلى الانتقاص من دوره من دور مجلس الدولة معانا دكتور مجدي الجرحي نائب رئيس مجلس الدولة مساء الخير يا فندم مساء النور يا فندم معانا السلام بخير الجدل يعني بقاله فترة طويلة الجدل ما بين مجلس الدولة وما بين النيابة الإدارية حول القضاء التأديبي هل ما توصلتوش خالص إلى أي نقاط تلاقي في الفترة الماضية هل ما زال مجلس الدولة مصمم أنه القضاء التأديبي يكون تابع لي مجلس الدولة مش مصر أن يكون تابع لي لمجرد الإصراف مجلس الدولة بيتمسك بهذا الاختصاص صفقا للأصول الدستورية والقانونية المتعرفة عليها كل الأنظمة القانونية يعني هذا أمر تمسك بالصحة وليس تمسكا بمصلحة شخصية على عكس الصرف الآخر اللي بيبحث عن مصلحة شخصية في هذا الأمر إيه المصلحة الشخصية اللي في طلب النيابة الإدارية أنه القضاء التأديبي يكون تابع ليه في رأيك؟ بصراحة وبدون لف أو دوران وبدون مواردة اللي هو الكلام الناس بتبعد عنه النيابة الإدارية ليست جزء من السلطة القضائية هي هيئة قضائية وليست السلطة قضائية بنص القانون بتاع النيابة الإدارية اللي هو رقم 14 لسنة 89 هم وخضعين لوزير العدل وخضعين لوزير العدل جزء من السلطة التمكيزية ولا يتمسعوا بالاستقلال ولا يحملوا صفة القضاء وبالتالي هم بها التحقيق قوافقة ومن هذا المنطلق إحنا مجلة الدولة بيقول إن ما ينفعش ينطقل هذا الاختصاص بالنيابة الإدارية وما ينفعش الفيحة أخرى لأننا عندنا القضاء التقديمي ده جزء من القضاء الإداري والقضاء الإداري ده اختصاص مجلس الدولة بجانب القضاء العادي اللي بيختص بالقضايا العادية وده الأنظمة القانونية اللي يرتفع بالنظام المزدوج هو النموذج لذلك هو المعمول دي هو مطبق في مصر منذ سنة 46 لغاية النهاردة يعني بمعنى إن ديله 67 سنة وهذه طيب هل يعني أنت حضرتك شايف أي حل في الأفق لهذه الأزمة لأنه تقريبا الدستور قرب نسخته النهائية تطلع وأكيد هيبقى فيه ذكر لهذه الجزئية يعني المؤتمر اللي حيعقد النهاردة إيه المرجو منه أو إيه أهدافه تحديدا أولا الحل هو تذبيق صحيح المبادئ الدستورية والقانونية المتعارفة عليها في كافة الأنظمة هذا الحل والمؤتمر اللي سينعقد النهاردة الثانية ظهرا في مقر نادي صبات مجلس الدولة هو مدعو لي عدد كبير من أساسية القانون الدستوري بكافة خاصة والقانون العام بكافة عامة على مستوى الجمهورية من مختلف الجامعات لتوضيح وجهة النظر اللي أنا بتكلم محاضرتك فيها اللي هي بالنسبة للأعراف والمبادئ الدستورية المتعارفة عليها في مختلف دول العالم في هذا الفصل كلها بتجمع على أن الأنظمة القضائية لا تخرج عن أحدثين إما قضاء موحد يشمل القضاء كل الاختصاصات إما قضاء مزدوج اللي هو النظام اللاتيني أو النظام الفرنسي اللي هو مطبق في مصر بيأخذ من القضاء الإداري الوحد والقضاء العادي الوحد ده توضيح وجهة النظر الدستورية بعيدا عن المغالطات والشعارات المرفوعة اللي هي بيحصل بها غسيل دماغ للناس ومدغدغل مشاعرهم دون حقيقة في الواقع تثنت هذا السلام طيب في النهاية القضاء التأديبي في الوقت الحالي تابع لمجلس الدولة ولا للنيابة الإدارية لا حضريني للمجلس الدولة من وقتها ينشاء مجلس الدولة وينشاء القضاء التأديبي تمام بس في الوقت الحالي هل في تغيير حصل أنه بقى تابع لنيابة الإدارية صحيح؟ لا 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 موجد تغيير حصل أما دا كان اقتراح فقط؟ آه دا هو مجرد مطالبة بذلك النيابة الإدارية مجرد لا يتطالب بذلك لكن ما فيش أي إجراء دم اتخاذه وإنه انتقل بالفعل لسه لم ينتقل لا دا هي الاقتراحة بديتك لشي يجب الأمور واضحة للمشاهدين دا اقتراح في لجنة النظام الحفر ولم يمكن التصويت عليه إلا خمسة أعضاء فقط طبقا للمضابط بتاع اللجنة ولسه سيعرض على لجنة الخمسين النهاردة أو بكرة تقريبا للتصويت عليه على هذا الاقتراح أو الاقتراح برده أنا معرفة لجنة الصياغة انتهت لإيه؟ نعم في هذا الأمر لكن رأي لجنة الصياغة اللي هي مكونة من لجنة العشرة بالإضافة إلى خمسة من لجنة الخمسين هيعرض على لجنة الخمسين للتصويت عليه نعم طيب أشكرك دكتور مجدي الجرحي نائب رئيس مجلس الدولة وما زالت القضية زي ما ذكر دكتور مجدي ما زالت علقة لكن في إصرار من مجلس الدولة أن القضاء الإداري يكون تابع ليهم زي ما كان على مدى سنوات طويلة وأن المجلس قضاء التأديب يكون تابع ليهم وليس لهيئة النيابة الإداري موسيقى 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 موسيقى